كريم بنزيمة ذو الاصول الجزائرية حبيس الدكة في عهد مورينهو المتألق في عهد زيدان كيف اصبح ملكا متوجا على عرش ريال مدريد الاسباني وافضل المرشحين للظفر بالكرة الذهبية في عهد انشلوتي بعد خروج النجم كريستيانو رونالدو من ريال مدريد في عام الفين وثمانية عشر بدأ يصطع نجم بنزيمة الذي حمل على ظهره عبء قيادة الهجوم المدريدي يعتبر موسم الفين وواحد وعشرين افضل مواسم بنزيمة على الاطلاق مع النادي الملكي فقد سجل تسعة وثلاثين هدفا ومنح ثلاثة عشر تمريرة حاسمة في اربعين مباراة وهي احصائية مذهلة للنجم الفرنسي سطع نجم بنزيمة في المباريات الحاسمة بعدما قاد الريال ثلاث مرات متتالية لتحقيق ريمونتادا تاريخية على اندية باريس سين جرمان وتشيلسي ومنشستر سيتي وبجهوده داخل الملعب وظهوره في اوقات الحسم وقيادته للريال للتتويج بالدور الاسباني والوصول الى نهاء دور ابطال اوروبا اصبح بنزيمة ابرز اللاعبين المرشحين للتتويج بالكرة الذهبية كافضل لاعب في العالم فهل ينجح ملك مدريد في التربع على عرش افضل لاعبي العالم لاول مرة في مسيرته الرياضية estar و سي ONE من يكانها التلخصي ب защيئة و سيطل الفئة اكت حق ولاستمى